اجتمع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية اليوم تحت رئاسة سيد موسى دنبصو النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية وقد مثل الحكومة بهذا الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيد أمدو ماما دونيانغ وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وكالة واطلع مؤتمر الرؤساء على الطلب المقدم من طلب الحكومة الرامي إلى إعادة جدولة الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 0-21-23 الذي يسمح بالمصادقة على معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون موقعة بمدريد بتاريخ الرابع والعشرين يوليو 2008 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومملكة إسبانيا والتصويت عليه وقد قرر المؤتمر إعادة جدولة جلستين علنيتين